اشتركوا في القناة وما الاسباب القوية التي ستجعلها تترك دورها الانساني والطبي في سوريا واليمن وليبيا وانفطار قلبها المسكين والضعيف على مصر واهلها انها منهاكة هناك في العواصم العربية تداوي الجرحى وتدعم المحتاج وتأوي اليتامة وتمسح دموع الاطفال في دمشق وصنعاء وطرابلس وتحاول جاهدة ان تنزع السلاح من تلك العواصم لتأتي قناة الجزيرة وتعرض لهم الموسيقى اللطيفة التي تؤنس وحدتهم باشراقة مذيعيها اصحاب الطلة البهية والوجوه الملائكية هل تريدونها تترك كل ذلك وتذهب الى الرياض هل تريدون من الوالد المنقلب على ابيه او من المتسلق حمد بن جاسم ان يترك ايران عرضة للاغتصاب بعدما باتت وحيدة وشريدة دون مأوى بئسا لعقولكم دعوا قطر تقوم بدورها الطبي النبيل فيتخاف على مصر اكثر من المصريين انفسهم وتحاول جاهد اثارة الفوضى عفوا اقصد السكينة في ذلك البلد الذي يمثل للعرب العمق والجدار والقلعة الرصينة والحصينة اتردونها ان تترك العرب هكذا في سكينة وهدوء وسلام وتذهب الى الرياض دعوا قطر وشأنها فهي عاجلا ام ااجلا ستشهد على ارضها ووسط عاصمتها تشريف كل ارهابي دعمته سواء من حثي اليمن وداعش العراق وسوريا ووفقي ليبيا واخوان مصر وحتى من ايران وتركيا سيأتون لكي ينضموا الى من سبقهم من طالبان وحماس لينقلوا صراعهم الى هناك الى دوحة الجميع لنشهد كأسا للعالم فريدا من نوعه كأسا ستشرب من خلاله حكومة الدوحة السم الذي سقته لغيرها والخراب الذي سببته لدول ليس لها جرم سوى انها ضد حزب الاخوان الدموي والجائر والمتعطش للخراب والسلطة عندما تطأ أقدام كل أولئك الإرهابيين أرض الدوحة حينها ستسأل الدوحة عن طريق الرياض ولكن الطريق وقتها سيكون مقفلا دون علامات إرشادية ولا حتى أسفلت بل ستكون بواباته مقفلة يملأها الصدى حينها فقط سنقول الحل ليس في الرياض بل الرياض هي الحل اشتركوا في القناة